اشتركوا في القناة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى أذكركم ونفسي بترك الحرم وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الأربعة هي تقوى الله تعالى إذا سمعتم خطيبا يقول أوصيكم ونفسي بتقوى الله فهو يذكرنا بترك الحرم وبإتقان الفرائض وبأداء ما استطعنا من النوافل وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن تسعد هذه الكرة الأرضية المسكينة إلا بضبط هذه الأربعة لن تهنأ فردا ولن تهنأ أسرة ولن تهنأ مجتمعا ولن تهنأ البشرية حتى نترك الحرم الحرام مؤذي السرقة مؤذي الخمر مؤذي الاعتداء على الأموال مؤذي ترك الفرائض مؤذي ترك الصلاة ترك الصوم ترك الزكاة ترك بر الوالدين ترك رعاية الزوج والزوجة ترك النفقة على الأولاد مؤذي لن نهنأ حتى نترك الحرام وحتى نتقن الفرائض ثم لنؤدي من النوافل ما استطعنا ثم لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لينتشر الخير في هذه الأرض إذا أكرمك الله وضبطت هذه الأربعة ولا بد أن تفعل وإلا ما معنى أنك تحضر خطب الجمعة أيها الإخوة لفتني مرتان أن الناس إذا خرجوا من خطب الجمعة يقولون هذه الخطبة جميلة هذه الخطبة قبيحة الخطيب طولة الخطيب قصرة اليوم حر اليوم برد كل الكلام متعلق بالآخرين لكن أنا أريد أن أسأل أنت ماذا قررت أن تعمل الخطبة حلوة لما بشعة طويلة لما أصيرة شو بلما برد أنت شو قررت أن تفعل المهم أن أفعل أنا والمهم أن تفعل أنت هذا هو المرجو والمأمول من خطبة الجمعة في أثرها مع المسلم إذا أكرمنا الله عز وجل وضبطنا هذه الأربعة ترك الحرام إتقان الفرائد أداء ما استطعت من النوافل الأمر بالمعروف النهي على المنكر فقد ساعدنا وفزنا ونجحنا حياتنا خير لنا ومماتنا خير لنا وإن لا فالأمر صعب جدا ومادام هذا النفس يتردد في هذا الصدر فالوقت مناسب أيها الأخوة أن يعود العاصي وأن يبدأ مرة جديدة تارك الفرائض وأن يتذكر تارك النوافل وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرح ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرح ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفد ورزقكم من الطيبات أفب الباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون وقال سبحانه في وصف عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته فالإمام راعٍ وهو مسؤول عن رعيته والرجل في أهله راعٍ وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راعٍ وهو مسؤول عن رعيته يقول ابن عمر فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسب أنه قال والرجل في مال أبيه راعٍ وهو مسؤول عن رعيته فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته أخرج الإمام الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله هذه هي الخطبة السابعة في سلسلة خطب عنوانها الحياة الأسرية تتحدث عن أهمية الأسرة وقيمها وطريقة بنائها في الإسلام وواجبات أفرادها وخطط أعداء الإنسان في هدمها وطرق حمايتها عنوان خطبة اليوم ماذا عن هذه العقود سبق أيها الإخوة في الخطبة الماضية حديث عن أركان عقد الزواج وآثاره عن أركانه الأربعة عاقدان وشاهدان وصيغة وولي وعن آثاره التسعة المهر والنفقة والطاعة والنسب والإرث والعدة والمتابعة الزوجية وحرمة المصاهرة وحل استمتاع كل من الزوجين بالآخر لكن ماذا عن الزواج المدني؟ شو رأيكم نساوي زواج مدني؟ خلينا نتقدم الدول المتقدمة عند زواج مدني والقوانين بهالأرض كل الأرض هي قوانين تتجدد وتتحدث وفوق حاجات الشعوب وليس معقول أننا قانون الأحوال الشخصية من الخمسينيات حلو ساوي زواج مدني ويأتي واحد شاب عمره 23-25 معه جوال كاميرته منيحة ومعه مقريفون لاقط هيك يمشي بالشارع ويقول له لشاب طالب جامعة عمره 20 سنة شو رأيك بالزواج المدني؟ ولبنت كمان شو رأيك أنت بالزواج المدني؟ ماذا عن الزواج المدني؟ ماذا عن الزواج المؤقت؟ وزواج المتعة؟ والزواج بنية الطلاق من هنا تأخذ الجنسية تتجوز وحدة ولكن تأخذ الجنسية تتركها أو من هنا تأمّن لك إقامة أو سفر لكي تسافر لعندها ولكن تصل لهنيك بالطلاقة وماذا تريد مبلغ؟ لأعطيها؟ أو يا أخي ما بالدمال تزوجه وطلّأ؟ ماذا عن الزواج بنية الطلاق؟ ماذا عن زواج المسيار؟ هذه كلمات بدنا نسمعها ونحن نتحدث عن عقد الزواج عن أركانه وعن آثاره لكن ماذا عن هذه الكلمات التي نسمعها؟ هذه الخطبة معنية ببيان هذه الحالات والإجابة عنها أولاً الزواج المدني أيها الأخوة وضعت الشريعة كما سمعتم في الخطبة الماضية أركان عقد الزواج وشروطه وآثاره فكان عقد الزواج عندنا عقداً شرعياً وإنت لما تروح لعند عمك وتحط إيدك بإيده وتقول له زوجني ابنتك على كتاب الله وسنة رسولي وهو بإلّك قبلت تزويجك ابنتي على كتاب الله وسنة رسولي يعني زواج شرعي يعني عقد شرعي أما الزواج المدني فهو عقد مبناه على إرادة رجل وامرأة على إقامة حياة مشتركة والنسل من دون التفات إلى الضوابط الشرعية لعقد الزواج ما بيهمهم أي ضابط شرعي شابوا بنت حبوا بعضون أرادا الزواج بينزلوا إلى المحكمة عندهم مثلاً وبيقولوا نحنا بدنا نتزوج ففي الزواج المدني على سبيل المثال تزوج البنت نفسها ولو لم يرضى أبوها ما بدأ أب ولا أم ولا جد ولا جدة ولا واحدة من العائلة كيف أنت بتنزل عن محكمة تشتري بيت على الطابة وتشتري بيت من شخص بينزل البائع والمشتري يوقعوا هنين وفي الزواج المدني أدام موظف الطابة وخلص يجب أن يكون أبوك، أمك، خالك، عمك، جدك يجب أن يكون طرف الثاني فيه لا يجب أن يكون الزواج المدني هيك شابوا بنت ينزلوا لعند الموظف يقولوا نحنا بدنا نتزوج يكونوا مقدمين طلب قبل 15 يوم يأتي بعد 15 يوم يقولوا موافقة، 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 وقع، وقع يلا مبروك، تزوج له ليس في الزواج المدني ثم تمانع من زواج المسلم بالمشركة وعابدة الوثن يعني واحد مسلم يحب واحدة عابدة بقر يحدث بالزواج المدني ولا من مانع من زواج المسلمة من غير المسلم في الزواج المدني لا يلتزم الزوج النفق على زوجته أنتوا بالزواج الشرعي، أنتوا رجال لازم تعملوا وتنفقوا على بيوتكم الزواج المدني ما لك ملزم ولا يلتزم القوام عليها أنت بالزواج الشرعي، الرجال قوامون على النساء أنت مدير البيت، الزواج المدني لا لست قواما عليها حبيت تنام عندك بالبيت، تنام، حبيت تنام ببيت الجيران، تنام زواج مدني، ويصير تأسرة ولا تلتزم في الزواج المدني طاعتك بالزواج الشرعي، الزوجة تطيع زوجها بالمدني لا، ما حدا يطيع حدا وربما تمادت المدنية في الزواج فزوجت الرجل الرجل والمرأة المرأة خلال، الزواج مدني، شلون رجل حب امرأة؟ في رجل حب رجل؟ هذا خيار، وهذا خيار، يتزوجون كل هذه المفردات أيها الإخوة، وغيرها محرمة ومنهي عنها في عقد الزواج الشرعي إن عقد الزواج الشرعي بأركانه وشروطه وأثاره مظهر من مظاهر رحمة الله تعالى ببني الإنسان إن عقد الزواج الشرعي، هذا العقد الذي أكرمنا الله عز وجل وتزوجنا جميعا به مظهر من مظاهر رحمة الله تعالى ببني الإنسان يحافظ على الأنفس والأعراض والنسل لماذا أنتم تنجبون أطفالا؟ لماذا هذه الشعوب شعوب خصبة؟ لماذا الشعوب تبع الزواج المدني لا يوجد أولاد؟ مين زنقيل أكثر؟ أنتم لما هنين؟ مين عنده الرفاه اجتماعي أكثر؟ أنتم أم هم؟ إذن لماذا تنجبون ولا ينجبون؟ لماذا محافظ على الأعراض هنا؟ لا يوجد محافظ على الأعراض هناك أنت معروف من أنت ومن أبوك ومن جدك ومن والد جدك ومن جد جدك وأربعون جدا في السماء نعرف هناك لا يوجد هذه الأعراض التي تعرفهم إن الزواج الشرعي هو الذي حافظ على أعراضنا، وهو الذي حافظ على نسلنا، وهو الذي حافظ على أنفسنا، ولذلك كان الزواج الشرعي آية من آيات الله تعالى، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، بينما تأن المجتمعات الغربية التي اتخذت الزواج المدني منهجا، من التفكك الأسري والتصحر السكاني وضياع الأنساب والأعراض ومن هنا يمكننا القول بأن الزواج المدني غير المنضبط بضوابة الشريعة، باطل ومحرم ومنهي عنه، وهو بفضل الله أيضا مخالف لقانون الجمهورية العربية السورية، هذا الشاب الولد الذي ماشي بالشارع، ماسك مغريفون لاقت، ومع كاميرا الجوال، بلغوا عنه لأنه مخالف للقانون عندما يقول ما رأيك بالزواج المدني؟ مثل الذي يقول ما رأيك بالسرقة؟ ما رأيك بالزنا؟ ما رأيك بالقتل؟ أنت تشجع القتل؟ تحب نساوي قتل؟ الذي يقول ما رأيك بالزواج المدني؟ هو نفسه الذي يقول ما رأيك بالقتل؟ ما رأيك بالسرقة؟ ما رأيك بالاعتداء على الأعراض؟ الزواج المدني باطل ومنهي عنه، ومحرم ومخالف للقانون، هذا واحد ثانيا، ما القول في الزواج المؤقت؟ أو زواج المتعة؟ أو الزواج بنية الطلاق؟ شرع الله أيها الإخوة عقد الزواج ليلبي حاجات الفرد، ويحقق أهداف المجتمع، ويلبي مقاصد مثل من الاستقرار النفسي وتربية الأولاد والتعاون المشترك بين الزوجين، لا تتحقق هذه الأهداف والمقاصد إلا بجعل الزواج عقداً دائماً كيف العقد المؤقت بدنا نربي الأولاد؟ كيف العقد المؤقت بدنا ننشئ بيت؟ كيف العقد المؤقت بدنا يصير فيه سكن ومودة ورحمة؟ لا تتحقق هذه الأهداف والمقاصد إلا بالزواج الدائم، بالعقد الدائم، وكل توقيت في عقد الزواج يمنع تحقيق هذه الأهداف ومن هنا كان الزواج عقداً مؤبداً أنت لما تقول له لعمك زوجني ابنتك على كتاب الله وسنة رسول الله ويقول لك قبيلته ما في أبداً لا بكلام ظاهر ولا بباطن أنه زوجني إياها شهرين، سنتين، قرنين، ما فيه خلص هذه زوجتك إلى أن تموت أو أن يموت ربما يحدث طارئ لاحقاً ربما فيطلق أو تطالب هي بالخلع لكن هذا أمر لاحق وليس منذ إنشاء العقد وما الطلاق إلا لأمر طارئ لا علاقة له بإنشاء الزواج يحرم عند جماهير علماء الأمة الزواج المؤقت وزواج المتعة وهو اتفاق بين رجل وامرأة على أن يتمتع أحدهما بالآخر مدة معينة من الزمان ثم يتركها من غير طلاق وهو حرام باطل باتفاق جمهور الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب غير الإمامية لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في أحاديث كثيرة عن المتعة التي كانت جائزة في أول الإسلام كما نهت الآيات الكثيرة عن الخمر التي كانت جائزة في أول الإسلام تتذكروا بأول الإسلام كان الخمر جائز ثم نهت الشريعة عنه المتعة في أول الإسلام كانت جائزة ثم نهت الشريعة عنها ففي صحيح مسلم عن سبر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نهى عن المتعة وفي مسلم أيضا عن سبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيام ومن هنا يمكننا القول إن كل تأقيد في عقد الزواج يفسدهم لأن التأقيد يجعل الزواج منافيا لأهدافه من السكن والمودة والرحمة وحفظ النسل وتربية النشأ وإن عقدا مقدسا سماه الله تعالى ميثاقا غليظا أسمى من أن يكون وسيلة لإشباع مؤقت للغريزة الجنسية ولئن كان الزواج المؤقت يفصح فيه الطرفان عن المدة فهو حرم فإن الزواج بنية الطلاق يضمر فيه الزوج المدة ولا يفصح عنها عند العقد مرات شاب مسافر إلى بلد شرقي أو غربي بيقول له أبو بابا تجوز لك شيء وحده أربع خمس سنين اسمك قاعد بلما تعود لحالك وقبل ما بتنزل بتطلق بقى هلأ هو بيروح لعند أبوه بيقول له زوجني ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله هو في نيته أنه أربع سنين بس لا يقوله شيئا وهذاك ما بيعلم بيقول له قبلت أو شاب يأخذ جنسية قاله لو فيه طريقة تجوز وحده تعطيك الجنسية بقى هلأ هو راح دور على وحده ترضى به زوجان هو في نيته أنه بتجوزها بس تعطيني جنسية بطلقها بس لما تزوجها ما جبل سيري بأنه الشغلة مؤقت بس هو يضمر في داخله أنه مؤقت لكن لا يصرح العقود والفقه والقانون لا يعامل عن نوايا يعامل على الألفاظ يعامل على الأعمال الزواج بنية الطلاق هذا يضمر فيه الزوج المدة ولا يفسح عنها في العقد وذلك بأن يتزوج رجل امرأة وفي نيته أنه يطلقها عندما ينهي دراسته أو ريث ما يتحصل على الإقامة أو على الجنسية أو غير ذلك فهو عقد صحيح من حيث الظاهر لأنه مستكمل لأركانه وعقده وشروطه وصاحبه لم يتلفظ بشرط المدة ولكنه نواها وأضمرها ولعل رجلا ينوي ولا يفعل قال ابن قدامة في المغني وإن تزوجها بغير شرط مدة معينة إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح لكن لعننا نقول إن الذي ينوي الطلاق من يوم الزواج آثم نحن شو بعرفنا شوفي بقلوب الناس القاضي شو بعرفوا شوفي بقلوب الناس القاضي جاءه شاب قال له أريد أن يتزوج هذه وهذه موجودة وأبوها موجود والشاهدان موجودان ما بيعرف النوايا فالقاضي يبرم عقدا صحيحا لكن هذا الذي نوى أنه سيطلقها بعد حين لا ريب بأنه آثم لأن في إضمار طلاق المرأة غشا وإضرارا بها ولأن العاقل يبذل ماله ليذود به عن عرضه هذه نقطة مهمة أيها الإخوة نحن نستخدم أموالنا لنحمي أعراضنا لكن هذا الرجل يستخدم عرضه ليجلب مالا فخالف كل العقلاء والشرفاء فاستحق الإثم والله أعلم لا أحد يستخدم عرضه لكي نجيب فلوس أنت دافع عن عرضك بالفلوس ارمي كل الفلوس ليحمى عرضك ثالثاً وأخيراً زواج المسيار هو أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقداً شرعياً مستكملاً لأركانه وشروطه يعني هناك عاقدين وفي شاهدين وفي ولي أبوها موجود وفي صيغة لكن المرأة تتنازل عن السكن بيقول لها شوفي أنا بدي أتزوجك بس أنا مو خرج أمليك بيت قالت له ما مشكلة عندي بيت وتتنازل عن النفقة بيقول لها شوفي وأنا والله مو خرج يعني أصلاً مصاري اللي معي دوبني بيتي الأولاني انفق عليه بقى مو خرج ادفعليك قالت له كمان مسامحتك ما بدي نفقة وتتنازل عن المبيت كمان قال قال شوفي أنا مو خرج أجي كل ليلة اللي عندي أو ليلة وليلة قالت له كمان مسامحتك لما بيصحلك تعال ما بيصحلك لا تجي وربما تنازلت عن الإنجاب منه شوفي وأنا ما بدي أولاد قالت له كمان أنا ما بدي أولاد وتنازلت عن التسجيل تسجيل الزواج في الدوائر الرسمية وقال لها أنا ما بسجل بالدوائر الرسمية وما في دفتر عائلة قالت له كمان ما بدي قال لها شو صار معنا صار زواج لا في بيت ولا في نفقة ولا في مبيت ولا في ولاد ولا في تسجيل عند الدولة بس في عاقدين زوجه زوجه وزوجه وفي شاهدين وفي ولي يعني أبوه موجود وفي صيغة زواج المسيار لأن كان هذا الزواج مستوفيا أركان الزواج وشروطه لكنه يخالف مخالفة واضحة مقاصد الشريعة في الزواج هو الزواج ليس هدفا هو وسيلة في الشريعة وسيلة لحفظ النسل اللي هم في نسل وسيلة للمودة والرحمة هم في مودة والرحمة وسيلة للسكان هم كل السكان الصمام وجود ما حيجي الرجال إلا كل حين وحين إن هذا العقد هذا الزواج يخالف مخالفة واضحة مقاصد الشريعة في الزواج من حفظ النسل والسكن والمودة والرحمة وإنشاء الأسر إذ لا أسرة فيه ولا سكن ولا مودة ولا رحمة ولا أولاد وربما مات الزوج ففقدت الزوجة حظها في الميراث وربما ماتت المرأة فضاعت حقوق الزوج في ميراثها كمان بركهية مع فلوس ماتت ما مسجل هذا بأن زوجها كيف سيأخذ الميراث فهل لا يمضي بها الاتجاه وأعنى بشربك الله مولاها تشربك الناس ببعض البعض هذا وجدير بالذكر أن المرأة التي رضيت بزواج المسيار وتنازلت عن حقها في السكان والنفقة والمبيت والإنجاب وتسجيل الزواج في الدوائر الرسمية تستطيع أن تطالب بأي من هذه الحقوق متى شاءت بعد الزواج ويلزم الزوج بإعطائها الحق أو يلزم الزوج بإعطائها الحق هي قالت له لا أريد مبيت ولا أريد سكن ولا أريد فلوس ولا أريد نفقة ولا أريد تسجيل لكن بعد ما تجوزه بيومين قالت له شوف لألا غيرت رأيه أريد نفقة أريد يعطيها وإذا لم أعطيها تستطيع بالمحكمة أن تقاضيه وأريد مبيت أريد يعطيها وأريد تسجيل بالمحكمة تستطيع أن تسترد جميع هذه الحقوق عزى بعض الباحثين ظهور زواج المسيار لماذا؟ لماذا صار فيه؟ منين هذا الزواج المسيار؟ نحن لم نسمع بهذا الشيء وإلى الآن عدد من الأخوة لا يعرفون ما هذه أول مرة يسمعون زواج المسيار لكن صار موجود في بلاد أخرى عربية أو إسلامية وعندنا ببلدنا هيك على المخفي يوجد عدد من الأشخاص عندهم هيك عزى بعض الباحثين ظهور زواج المسيار إلى كثرة عدد العوانس والمطلقات والأرامل ورفض كثير من الزوجات لفكرة التعدد فيضطر الزوج إلى هذه الطريقة حتى لا تعلم زوجته الأولى بزواجه وعزاه إلى تهرب بعض الرجال من مسؤوليات الزواج وتكاليفه كل من هذه الأسباب تقع مسؤولية علاجه على الأفراد القادرين وعلى المجتمع بمؤسساته وإدارته نحن الأصل أيها الإخوة الزواج الذي تعرفون والزواج الذي نشأتم عليه في بيوت خيرة وإنت بكرة بدك تتزوج بهذه الطريقة وبدك تتزوج زوجة ثانية تزوج كما في الزوجة الأولى هذا هو الأصل حتى ننشئ بيوتا وحتى نحمي مجتمعا ونحن جميعا معنيون أن نحافظ على الأسرة وعلى عقد الزواج الذي نشأنا عليه وهو عقد الزواج الشرعي الصحيح الكامل وليس بصور مبتورة أو مجزوة أيها الإخوة هذا حديثي عن الزواج المدني والزواج المؤقت وزواج المتعة والزواج بنية الطلاق وزواج المسيار اذكروا أن الزواج عبادة وأن الحفاظ على الأسرة دين وأن دعم الأسر القائمة والقادمة صدقة جارية أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر